أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن بدء توزيع المليون كارتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان المبارك والتي تنطلق من محافظة بني سويف وذلك في إطار مبادرة كتف في كتف وتحت مضلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إشارة البدء من قبل الرئيس عبدالفتاح سيسي لانطلاق المبادرة شهدت محافظة بني سويف استفافة نحو 20 عربة محملة ب22 ألف كارتونة معبات بالمواد الغذائية بحوالي أكثر من 200 طن ليتم توزيعها على أهل قرى مركز سمسطة والذلك بمشاركة مؤسستي أبو هشيم الخير وحياة كريمة نبدأ بـ 20 ألف في سمسطة 10 ألف في الواسطة بيبا أهناسيا باندر بني سويف مركز ناصر يعني بنحاول يعني نوصل لمعظم المراكز بني سويف كل مركز نصيبه طبقا لعدد نسماته ودي حاجة حلوة لأن احنا بنتكلم في مكون من أهم المكونات اللي المفروض بتمس المواطن بصورة مباشرة على أرض بني سويف وهو مكون الحمال الاجتماعي تعاوننا مع حياة كريمة ده مش التعاون الأول ده تالت تعاون ما بينه وما بين حياة كريمة دايما في مؤسسة أبو هشيم الخير عندنا مبدأ أن نحن نتعامل مع الكيانات الكبيرة اللي بتضمن أن كل مبادراتنا توصل للمحتاجين يأتي نصيب محافظة بني سويف على مدار الأيام القادمة بتوزيع نحو 70 ألف كرتونة لسبع مراكز تابعين للمحافظة من أصل 200 ألف كرتونة يتم توزيعه على جميع المحافظات من قبل المؤسستين وبمشاركة أكثر من 300 متطوع عمل الخير ده مش محتاج كلام ده حاجة نبع جوه المواطن المصري مواطن المصري بطبيعته بفترته أصلا بيحب الخير بيحب الخير لكل الناس أفرح جدا لما بشوف الناس قد إيه حريصة أن هم ينزلوا يساعدون في توصيل الكراتين أو المواد الغذائية التي تستحقها الناس في بني سويف أو في كل محافظات تاتي هذه القافلة كأول مشاركة لمؤسسة أبو هشيم الخير بعد توقيع بروتوكو لتعاون بينه وبين التحالف لتترجم هذه المشاهد نجاح التحالف الوطني في وصوله للفات الأكثر احتياجا بناء على قاعدة بيانات للتحالف بجميع المحافظات وتنصيق كامل بين جميع المؤسسات التي تعمل تحت مظلته